طيب قضيتين مهمين جدا بشكل سريح أتكلم فيه محضراتكم رقم واحد تصريحات متكرفة ومستمرة من بعض ممثلي نادي الزمالك آخر تصريحات كانت بخصوص كارتيرون المدير الفني للفريق وهو مدير الفني مميز طبعا ما حدش يقدر يقول حاجة لكن الرجل على غرار ما يسمعه قال لك ليه إش معنى الأهل ما بلعبش في الإسماعيلية يعني فالراجل غصبه عنه بيقوله كده لأنه هو بيسمع مثلا المنابر الإعلامية بتاعة الزمالك أو مثلا بعض الإعلاميين والمحصوبين على نادي الزمالك دون وعي دون وعي يقولك إيه يقولك إش معنى الأهل ما بلعبش في الإسماعيلية فده يا جماعة ده تشكيك واضح تشكيك واضح غير مقبول في الأمن المصري بشكل علني هم هم بيتكلموا بشكل علني يقولك إش معنى الأمن هو اللي رافض يا حبيبي يا حبيبي افهم الأمن هو اللي رافض فالراجل المدير الفني على غرار التصريحات اللي بيسمحها تمام؟ قالك ما هو الأهلي بلعبش في الإسماعيلية ده يا جماعة كل السكة في الأمن المصري ولا نقبل أبدا التشكيك في الأمن المصري ولازم اللي بيقوله التصريحات دي راجعوا نفسهم لأن كده غلط كده ما ينفعش ده فيه تقليل كبير جدا من الأمن المصري اللي له كل التقدير والاحترام ويعني حاجة جامدة جدا يعني الناس بتتعب قوي وعملين شغل ممتاز في الحقيقة يعني في سنوات كتير جدا مضيعة فده أمر غير مقبول تيجي بقى إيه ودي الجزء الأهم بالنسبة لي لما كابتن سايد عبد الحفيز السالي فاتتكح بس كده بس بس تلع كم برنامج كان مصخر لمهاجمة كابتن سايد عبد الحفيز وإيه اللي انت بتقوله وإيه اللي انت بتعمله ده وانت بتعمل البلبلة وتعمل فتنة وتعمل شحن ما بين الجامعين كح بس طب نفس البرامج دي ما تكلمتش لها كارتيرون نفس البرامج ليه ما انتقدتش كارتيرون في تصرحاته حاجة بالنسبة لي غريبة وعلامة استفاهم كبيرة جدا جدا طبعا كارتيرون حاول يعمل بعض التصرحات النفسية المقفوشة جدا أو يعني اللي يتخلي الواحد مش محتاجة يعني ما فيهاش قدر كافي من الزكاء اللي قالك أصل الأهلي هو الأقرب للقمة لا طبعا فرقيتين تقال جدا 50-50 فرص الأهلي أقرب للدوري أصيح عن الناس صفقات تصرحات كلها وعكسها قالها قبل كده يعني فدي جزئية مهمة جدا نفسي بس الناس ما تيجي تتناول موضوع ما يكون بمنتهى حيادية لما تهاجم كابتن سايد عبدالحفيز عشان مثلا قال تصرحات مش عاجبك هاجم برضو كارتيرون أو من هم يعني يتكلمون بنفس سلوب كابتن سايد عبدالحفيز لو من وجهة نظرك السلوب ده مش عاجبك لكن ما تروحش ناحية والناحية التانية لا فده أمر غريب بالنسبة لي